اهلا بكم في نشرة الاقتصادية افتتح سعادة الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية أسواق ميدوي الفرع التاسع بمنطقة الرفاع الغربي بحضور سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة وعدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين وأعلن خالد الأمين الرئيس التنفيذي لأسواق ميدوي بأن إجمالية حجم الاستثمار في جميع فروع ميدوي يصل إلى 6 ملايين دينار بحرينية مؤكدا في الوقت ذاته بأنه سيتم افتتاح فرعين إضافيين حتى العام المقبل أحدهما في توبلي والآخر في ديار المحرقة مشيرا إلى أن فرع ديار المحرقة سيفتتح خلال شهر ونصف والآخر خلال العام المقبل وسيقدمان خدمات مماثلة لفروع ميدوي وأخرى إضافية مختلفة وقال الأمين إن افتتاح أحدث فروع ميدوي يأتي ضمن استراتيجية المجموعة للتوسع وتلبية حاجات المواطنين والمقيمين وزوار المملكة من البضائع والسلع في مختلف مناطق البحرين الحمد لله اليوم افتتاحنا فرع الجديد بحلة الجديدة في الرفاع القاربي حق خدمة أهل الرفاع متواجدين من أكثر من ثلاثين سنة هنا ونحن السنة نحتفل بأربعة وخمسين عام على افتتاح شركة علي راشد الأمين اللي أسسه الوالد اللي يطول في عمره دائما نفتخر أن نحن نخدم مناطق البحرين هذه الفرع التاسع وإن شاء الله فيه فرعين جايين ونحاول نقدم ما أفضل بأسعار مرضية للجميع وننتقل لهم البضائع الموجودة في البحرين وخارج البحرين الطازج منها والغير طازج بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع وستة عشر مليون وخمسمائة واثنين وثلاثين ألفا وأربعمائة وثلاثة وسبعين سهما بقيمة إجمالية قدرها مليون ومئتان واربعة وستون ألفا وخمسمائة وخمسة وسبعون دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال مائتين واثنتين وثمانين صفقة وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم أربع وعشرين شركة ارتفعت أسعار أسهم ثلاث شركات في حين انخفضت أسعار أسهم اثنتين عشرة شركة واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق وقد استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات وعلى مستوى الشركات جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة وحل في المركز الثاني بنك البحرين والكويت